أهلا بكم مجدداً إذن إن شاء الله بداية من يوم الاثنين سيكون في تغير في الوضعية الجوبية إن شاء الله سيكون في تساقط أمطار والثلوج أكيد حسب النماذج الرقمية للراسد الجوي إذن سيكون فيه منخفض للضغط الجوي سيميز أغلب المناطق الشمالية الغربية الوسطى والشرقية البداية ستكون بتساقط الأمطار على أغلب المناطق الشمالية بعض الأمطار كما نلاحظه خلال يوم الاثنين على كل من غلزان تيارة سيدي بالعباس وهران شلف كذلك عين الدفلة الجزاء العاصمة البليدة بيجاية جيجل أيضا سكيك داعنا باس وقهراس قسنطينا سطيف ميلا سعيدة باثناء خنشلة وتبسة أما تساقط الثلوج إن شاء الله فسيكون بداية من يوم الأربعاء على أغلب المرتفعات التي يفوق علوها الألف والمائتين متر إن شاء الله على العموم هذا الاستراب الجوي سيكون ضعيف النشاط خلال يوم الاثنين وسيكون أكثر اعتبارا ونشاطا إن شاء الله بداية من يوم الأربعاء وحسب النماذج الرقمية للرصد الجوي فهذا الوضع الجوبي الغير مستقر بحوله لا ستستمر إلى غاية يوم الجمعة إن شاء الله ونستطيع إن شاء الله تساقط أمطار بكميات معتبرة وأجواء شتوية بإذن الله ستميز أغلب المناطق الشمالية للوطن أما عن توقعات درجات الحرارة القصوى والدنيا فإن شاء الله خلال يوم الغد الأحد على العموم التقسي يكون مشمس ومستقر على أغلب المناطق الشمالية وكذلك الولايات الجنوبية مع هبوب رياح من ضعيفة إلى معتدلة قد تقارب سرعتها إن شاء الله الربعين كيلومتر في الساعة على أغلب الولايات الوسطى والشرقية وكذلك على أقصى الجنوب الجزائر نحو مرتفعات الهوكار والتسلي مع تسجيل أجواء دافئة خاصة بيتلمسان ومعسكر ستقارب 24 درجة خلال ظاهرة يوم الغد إن شاء الله الأحد 20 درجة على وهران عن تيموشنت ومستغنم الجزائر العاصمة وكذلك بعنابة ستقارب 19 درجة منخفضة دائما بباتنا خنشلة وقسنطينا سطيف أم البواقي برج بوعري ريجل أغواط تيسمسيل تبوسعادة والمسيلة بين 11 إن شاء الله إلى 15 درجة الجلفة والتيارة 13 درجة ميلا وسعيدة 12 درجة خلال يوم الغد الأحد تيزي والزول بويرة والامدية 20 درجة إن شاء الله ومع الاثتراب الجو المرتقب يكون إن شاء الله خلال أو بداية من يوم الاثنين فرح نسلو إن شاء الله تراجع في درجات الحرارة الدنيا والقصوى فالدنيا خلال ليلة اليوم وصباحة يوم الغد ستقارب درجة واحدة تحت السفر بالنسبة لكل من العامة البيض كذلك باتنا وقسنطينا حتى بسطيف وإن شاء الله بداية من يوم الأربع قد تصل إلى حوالي درجتين تحت السفر أكيد حسب النماذج الرقمية للرصد الجوبي بالهضاء بالعليا الغربية وكذلك على منطقة الأوراس الولايات الجنوبية خلال ظاهرة يوم الغد إن شاء الله كعلى مقدية 27 درجة ببرج باجي مختار وإنجزان 23 درجة بأدرى 24 درجة على تندوف بشار بن عباس وعين صفرة ستقارب إلى 20 درجة إليزي جانيت إنانينا 17 درجة إن صالح في حدود 24 درجة أما الوادي المغير وورقلة أيضا توجورت ستتراوح إن شاء الله بين 15 إلى 17 درجة مع دائما تقس مشمس ومستقر فيما يخص الولايات الجنوبية للإشارة دائما تشكل الضباب الكتيف خلال صبيحة يوم الغد الأحد على أغلب المناطق الشمالية توقعات حالة البحر سيكون بإذن الله من قليل الاستراب بلا مسترب خلال يوم الغد الرياح قد تصل حتى 50 كيلومتر في الساعة على السواحل الوسطى وكذلك الغربية ويبقى البحر إن شاء الله خلال الأيام القليلة المقبلة بنجد مسترب وأحيانا هائج على كافة السواحل الغربية الوسطى والشرقية وعلو الأمواج قد يتعدد ثلاث أمتار بإذن الله خلال يوم الثلاثاء أما خلال يوم الأربعاء فقد تصل علو الأمواج لحوالي أربعة أمتار كما اللحظة على أغلب السواحل الغربية الوسطى وكذلك الشرقية أكيد مع الاستراب الجوي فالرياح ستكون قوية إن شاء الله عند المشاهدين كانت هذه تفاصيل المضايا الجوية المتوقعة خلال الساعات القليلة المقبلة والآن نذهب بكم إلى الجارة تونس لتعرف على مدينة زغوان حيث تتمتع بغناها بالطروة المائية ففيها ينبيع المياه العذبة والمياه الجوفية وهي الدات طبيعة سحرة تجذب أعدادا كبير من السياح من كافة أنحاء العالم وأهم ما يميزها وجبل زغوان الذي تملأه الكهوف والمغارات أشكركم على كرم الإسرائي والمتابع العودة لاستكمال بقية الأخبار بعد هذا الفاصل